أهلاً وسهلاً بكم في المختصر المفيد الفيديو ده يكون مقدمة عن التنفس الخلوي بس قبل ما نبدأ محتاجين نميز ما بين مصطلحين مهمين المصطلح الأول هو التبادل الغازي والمصطلح الثاني هو التنفس الخلوي التبادل الغازي هو عبارة عن التبادل ما بين غاز الأكسوجين وغاز سانيوكسيد الكربون بس لا أكثر ولا أقل يعني بيدخل الأكسوجين وبيخرغ غاز سانيوكسيد الكربون والموضوع ده بيحصن عن طريق جهاز التنفسي في الكائنات عديدة الخلايا زي الإنسان كده مثلاً أو ممكن يحصن في الكائنات اللي بتتكون من خلية واحدة بس وهي إنها بتاخد الأكسوجين وبتطلح سانيوكسيد الكربون إنما التنفس الخلوي هو عبارة عن عملية معقدة شوية لأن التنفس الخلوي هو عملية حيوية بتقوم بيها الخلايا علشان تقدر تحصل على الطاقة من الطعام اللي بتتغذى عليه الكائنات الحية يعني الكائن الحي بياكل الطعام بتاعه على سبيل المثال النشا مثلاً والنشا ده بيتكون من العديد من الجولوكوز فلما يتكسر النشا إلى جولوكوز الخلية بتاخد الجولوكوز وتبدأ إن هي تكسر الروابط الموجودة ما بين زرات جزيء الجولوكوز علشان تحصل على الطاقة المتخزنة فيها فالخلية بتاخد الطاقة دي وتخزنها في جزيئات اسمها ATP يعني أدينوزين سلاسي الفوسفات علشان بعد كده تستخدمها في القيام بعملياتها الحيوية والأنشطة المختلفة وده كان الفرق ما بين التنفس الخلوي والتبادل الغازي دلوقتي مثلاً لو أنت عايز تحرك دراعك المسؤول عن حركة الدراع هو العضلات والعضلات دي عبارة عن نسيج بيتكون من خلايا علشان الخلية دي تقدر إنها تقوم بوظيفتها اللي هي الانجباض والانبساط علشان تعمل حركة الخلية دي محتاجة لطاقة والطاقة دي بتاخدها من جزيئات الطعام زي مثلاً إنجولوكوز عن طريق إن هي بتقصر الروابط ما بين زرات جزيء الجولوكوز وتاخد الطاقة وتخزنها في جزيئات ATP علشان تستخدمها بعد كده وهو ده التنفس الخلوي اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة بتبدأ عملية التنفس الخلوي بأجسادة جزيء الجولوكوز وإحنا هنا هنستخدم جزيء الجولوكوز كمثال لأي غزاء أو طعام بيتغزى عليه الكائن الحي لأن الجولوكوز هو الجزيء الشائع ما بين الكائنات الحية يعني أغلب الكائنات الحية بتستخدمه علشان تحصل منه على طاقة فالخلية بتمسك الجولوكوز وتكسر الروابط الكيميائية ما بين زراته وتحصل على طاقة بتخزنها في جزيء الـ ATP وقبل ما تعرف خطوات ومراحل أجسادة الجولوكوز يهمنا الأول تعرف إيه هي جزيئات الـ ATP وإزاي بيتم تخزين الطاقة بداخلها جزيء الـ ATP بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الجزي الأول هو قاعدة نيتروجينية اسمها الأدينين والأدينين ليه خواص قاعدية والجزي الثاني هو سكر الريبوز وده سكر خماسي الكربون يعني متكون من خمس كربونات واللي بيدخل برضو في تكوين نيوكروتيدة الـ RNA وسكر الريبوز مع قاعدة الأدينين مع بعض كده الـ 2 بيطلق عليهم اسم أدينوزين الجزي الثاني من الـ ATP هو عبارة عن ثلاث مجموعات فوسفات ولما يبقى فيه ثلاث مجموعات فوسفات فيبقى المركب على بعضه بنقول عليه أدينوزين سلاسي الفوسفات وبيتم تكوين جزيء الـ ATP من جزيء تاني اسمه ADB يعني أدينوزين سناي الفوسفات وده بيكون موجود في الخلية عادي خالص بصورته العادية اللي هو أدينوزين وبيحتوي على 2 فوسفات بس ولما الخلية بتحصل على طاقة من أجسادة الجلوكوز بتخزن الطاقة دي في الربطة اللي بتربط بيها الـ ADB مع مجموعة الفوسفات الثالثة علشان يتحول بعد كده الـ ADB ومجموعة الفوسفات الثالثة إلى جزيء جديد وهو الـ ATP ولما بتحتاج الخلية تاني للطاقة بتكسر الربطة وبتاخد الطاقة منها وبيرجع الـ ATP بعد كده إلى ADB زائد مجموعة فوسفات علشان كده الـ ATP هو عملة الطاقة في الخلية وده بسبب سهولة الحصول على الطاقة منها لما الخلية بتحتاج لطاقة بتجيب الـ ATP وبتكسر ربطة مجموعة الفوسفات الثالثة وبتاخد الطاقة الطاقة المنطلقة دي بتكون حوالي من 7 إلى 12 سعر حراري كبير لكل مول نرجع بعد كده لموضوع أجسادة الجلوكوز والتنفس الخلوي التنفس الخلوي فيه منه نوعين تنفس خلوي هوائي وتنفس خلوي لاهوائي ومن اسمهم بنعرف أن التنفس الخلوي الهوائي بيحصل في وجود الهواء يعني في وجود الأكسجين والتنفس الخلوي اللاهوائي بيحصل في غياب الهواء يعني في غياب الأكسجين التنفس الخلوي الهوائي بينتج عنه 38 ATB يعني 38 جنيه والتنفس الخلوي اللاهوائي بينتج عنه 2 ATB بس علشان كده الطريقة الرئيسية اللي بتحصل منها الخلية على طاقة هو التنفس الخلوي الهوائي لأنه بيدينا 38 ATB إنما التنفس الخلوي اللاهوائي بيدينا بس 2 ATB وهنشرحه بعد كده معادلة التنفس الخلوي الهوائي بتكون كالآتي بناخد الجلوكوز اللي هو رمزه C6H12O6 زائد 6 أكسجين اللي هو رمزه O2 فبيطلع لنا سانيوكسيد الكربون اللي هو CO2 زائد المعيّل لرمزها H2O زائد 38 ATB المعادلة دي بتلخص طريق طويل واللي لسه هنمشي فيه خطوة خطوة الطريق ده بيشمل 3 مراحل وهي مراحل أكسادة الجلوكوز المرحلة الأولى من أكسادة الجلوكوز اسمها إنشطار الجلوكوز والمرحلة الثانية اسمها دورة كريبس والمرحلة الثالثة هي سلسلة نقل الإلكترون الثلاث مراحل طبعا بتحصل داخل الخلية ولكن بيختلفوا في أماكن حدثهم يعني المرحلة الأولى واللي هي انشطار الجلوكوز بتحصل في سيتوبلازم الخلية بالتحديد في مكان غير عضي اسمه السيتوزول وغير عضي المقصود منها إنه هو مش بيحتوي على عضيات يعني جزء فاضي في السيتوبلازم مش بيحتوي على عضيات بيطلق عليه اسم السيتوزول بيحصل فيه عملية انشطار الجلوكوز اللي هي المرحلة الأولى من أكسادة الجلوكوز والمرحلة الثانية والثالثة واللي هي دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون بتحصل داخل الميتوكوندريا بتحصل داخل الميتوكوندريا بسبب توافر شروط حدوسهم فيها لأن الميتوكوندريا بتحتوي على خمس حاجات مهمين بنحتاجهم في دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون والخمس حاجات هم المية والفوسفات وإنزيمات التنفس ومرافقات إنزيمية ومن أهم المرافقات الإنزيمية هم الناد موجب والفاد مرافق الإنزيم فاد بيكتسب 2 هيدروجين فبيتحول إلى فاد H2 ومرافق الإنزيم ناد موجب بيكتسب 2 هيدروجين والهيدروجين شحنته سالب فبتروح هيدروجينة واحدة من الـ 2 هيدروجين مع الشحنة الموجبة اللي هي ناد موجب ويطلع لنا ناد H بس يعني الناد موجب بيكتسب 2 هيدروجين ويتحول إلى ناد H بيتم تخليق وزيئات الناد بواسطة فيتامين B3 وبيتم تصنيع وزيئات الفاد بواسطة فيتامين B2 علشان كده الفيتامينات دي بيكون لها أهمية كبيرة في المعودة الغذائية اللي بنتناولها وبرضه بعد كده الناد H بيدينا 3 ATB والفاد H2 بيدينا 2 ATB هنحفظهم زي ما هم كده ونفهمهم بعدين وآخر حاجة بتحتوي عليها الميتوكوندريا هي جزيئات حاملات الإلكترون اسمها السايتوكرومات بحيث أن هي بتحمل الإلكترونات على مستويات مختلفة من الطاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة